تكشفت نتيجة الاجتماعات المتواصلة بين لجنة الكرة بالاتحاد السكندري برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي مع حسام حسن المدير الفني للفريق وابراهيم حسن مدير الكرة وعلم أن لجنة الكرة حددت شرطا لبقاء حسام وابراهيم حسن وتم طرحه عليهم أثناء الاجتماع وهو رحيل بعض أفراد الجهاز الفني وهم عماد المندوه مدرب حراس المرمى وحسن مصطفى المدرب المساعد ووليد بدر المدير الإداري ومحمد عناني طبيب الفريق وكان الاتجاه التاني هو فسخ التعاقد بالطراضي حيث يوجد شرط جزائي في عقد التوأم راتب شهرين ولا يوجد شرط جزائي مماثل في عقود بقية أعضاء الجهاز المعاون إلا أن المدير الفني يرغب في حصولهم أيضا على قيمة شهرين ويطالب قطاع واسع من جماهير الاتحاد برحيل التوأم بسبب سوء النتائج للفريق في الفترة الأخيرة حيث خسر مباراتين من آخر أربع مباريات وتعادل في مثلهما وهذا بالإضافة إلى الخروج من دور الـ 32 في بطورة كأس مصر على يد سرميكا كلوباترا بالهزيمة منها 2-1 وسادت حالة من الارتباك داخل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بسبب رفض حسام حسن المدير الفني للفريق الرحيل عن زعيم الصغر قبل الحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 3 مليون جنيه حيث تبلغ قيمة راتب الجهاز الفني بالكامل مليون ونصف المليون في الشهر الواحد وبالرغم من الاتفاق المسبق بين حسام حسن ومجلس إدارة الاتحاد بالرحيل عن الفريق بالطراضي والوصول إلى صيغة اتفاق من أجل الشرط الجزائي ولكن فوج مجلس الإدارة برغبة حسام حسن بالبقاء مع الفريق وطلب الحصول على فرصة جديدة مع زعيم الصغر والعمل على تصحيح الأخطاء وتحفيز اللاعبين باستعادة زاكرة الانتصارات والوصول إلى الفرمة الفنية المناسبة وكان الاتحاد السكندري كانت خسر أمام الإسماعيلي في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على أرض ملعب استاد بورج العرب بالإسكندرية لتزداد الفجوة بين الجهاز الفني ولاعب الفريق والجماهير ومجلس الإدارة ترجمة نانسي قنقر